إلى فرنسا الآن حيث أغلق القائمون على متحف اللوفر في باريس أغلقوا الطابقة السفلية الخاص بعرض الفن الإسلامي أمس بعد ارتفاع حاد في منسوب مياه نهر السين جراء أمطار غزيرة استمرت لأسابيع وكانت المياه قد غمرت طرق السير على جانبية النهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وزاد منسوب المياه لمستوى مرتفع جدا حال دون مرور المراكب النهرية أسفل الجسور القديمة المحيطة بكاتدرائية نوتردام وقرر المسؤولون على متحف اللوفر وهو أقدم متحف في العالم وتضم كنوزه لوحة الموناليزة للرسام ليوناردو دافينشي وتمثال فينوس ديميلو قرروا إغلاق قاعة العرض بالطابق السفلي كإجراء احترازي خشية أن تحدث مياه الفيضانات أضرارا بمعروضات المتحف